إلينا مباشرة الخبير المالي والاقتصادي الدكتور صفوان قصي عبد الحليم مرحبا بك دكتور صفوان بداية أزمة حقيقية يعاني منها الوقع الاقتصادي العراقي وأمنه الغذائي ومنها نقص الخزين الستراتيجي لمادة الحنطة لماذا برأيك وما هي طرق المواجهة تفضل؟ طبعا من الواضح يعني أن الحرب الأوكرانية الروسية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية انعكس بالتأكيد على الاقتصاد العراقي من خلال عدم قدرة العراق على شراء نفس الكمية المخصصة للشراء لسنة 2021 العراق كان يخصص مبالغ لأغراض تعويض النقص الحاصل في إنتاج القمح لا تكفي هذه الأموال عملية الشراء زائدا أن عمليا انخفاض مستوى المياه وعدم قدرة وزارة الموارد المائية توفير الكمية اللازمة من المياه لأغراض زراعة الحنطة في العراق هناك نقص في توفير المياه وكل مليار متر مكعب عجز يؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن 260 ألف دونم فهناك أسباب خارجية وهناك أسباب داخلية كلا السببان كان يفترض أن تكون وزارة التجارة حريصة وتراقب معدل الأسعار العالمية من أجل أن تتفادى شراء الحنطة بالأسعار العالية حاليا العراق تكبد خسارة من الممكن أن تقترب من 200 مليون دولار نتيجة عدم اتخاذ قرار تعويض النقص الحاصل في الأمن الغذائي منذ وقت مبكر نأمل أن يكون هناك تسريع نعم لنا تحدث عن الأسباب الداخلية هل سيحقق قانون الدعم الطارئ ما متوقع منه هل سيكون بديل ناجح لقانون الموازنة لا هو ليس بديل ناجح لكن كان يفترض أن الحكومة تمضي باتجاه طرح موازنة لـ 2022 لأنها حكومة تصريف أعمال والموازنة هي موازنة لتصريف الأعمال موازنة هي عبارة عن موازنة سنوية عدم وجود صلاحيات كاملة بهذا الاتجاه أدى إلى التفكير بالدعم الطارئ لكن الطارئ لا يزال يعني يخضع للمناقشات منذ ثلاثة أشهر فالطارئ يفترض يعني عندما يكون طارئ يفترض يعني أن يكون فعلا طارئ يعني خلال 24 ساعة يتم اجتماع ويتم تخويل من أجل تفادي الشراء أو تعويض النقص الحاصل بأسعار عالية نعم يعني هذا سبب وأيضا هناك سبب آخر هو انعدام لخطط مواجهة التصحر وقلة المياه وهو أمر مرتبط بالملف السياسي أكثر منه اقتصادي طيب لماذا لا تكون هناك مباحثات حوارات حول يعني حصص العراق المائية مع إيران وتركيا طبعا هو يفترض أن يكون مجلس الاقتصاد الوطني يعني لديه صلاحيات في فتح نافذة للتفاوض مع تركيا وأيضا الجانب الإيراني من أجل أن يكون لدينا حصة ثابتة من المياه يعني العراق بحاجة إلى 50 مليار متر مكعب سنويا عندما لا تتوفر هذه الكمية تنعكس على الزراعة في العراق وعلى تلبية متطلبات الحاجة للمياه الاقتصاد العراقي يفترض أن يعاد تأهيله بطريقة تسمح بتنظيم المياه داخل العراق من حيث الاستثمار في تبطين العنهر الجراعة الذكية ما هي المساحات المستهدفة لأغراض الجراعة من أين نبدأ في عملية الإصلاح يفترض أن يكون المجلس الوطني للاقتصاد مسؤول عن هذا الملف ولا ننتظر أن تتفاقم المشاكل ونترقب الحلول علينا أن نتنبأ بالمشاكل ونجبر الحكومة على اتخاذها قبل أن تتفاقم المشكلة يعني ممكن الصناعة قد تكون معدمة داخل العراق وأيضا ستكون الزراعة كذلك ولا مياه إذا لم تكن هناك حلول ومع تلك تزديد المستحقات المالية للفلاح بدأ يلجأ إلى السوق الخارجية وما يحمله من تبعات سلبية ما الحلول برأيك؟ طبعا كان يفترض أن تكون وزارة الزراعة مسؤولة عن توثيق صوري للمساحات المزروعة عن طريق الأقمار الصناعية وأن يطالب المزارعين بتسويق المحصول إلى وزارة التجارة مقابل أن تتعهد وزارة الزراعة بالدعم الحكومي سواء بالبذور أو بالأسمدة وأن تكون وزارة التجارة مستعدة للشراء الفوري للمحاصيل المسلمة وبالسعر العالمي خاصة في ظل هذه الأزمة العالمية نحقق أمن داخلي من خلال الزراعة والتسويق ونحدد كمية النقص ونباشر فورا بإبرام تعاقدات مع ألمانيا أو مع أستراليا حاليا سعر الحنطة للـ 27 كيلو هو بمعدل 40 سنت وهو سعر أعلى من معدلات الاعتيادية بنسبة 7% لكن يفترض أن نباشر بالشراء لأن الـ 20-23 ستكون أسوأ نعم طيب دكتور كيف تقرأ تعاطي وزارة التجارة مع ملف ارتفاع الأسعار وخاصة أن ما تقدمه يخالف المبالغ التي صرفت على ملف البطاقة التموينية طبعا عملية عدم التنبؤ في الأسعار العالمية وإبرام عقود طويلة الأجل مع المجهزين بأسعار ثابتة ينعكس على المستهلك وزارة التجارة اتجهت بالسنوات الأخيرة إلى تحويل هذا الملف إلى القطاع الخاص وعدم مراقبة القطاع الخاص بإبرام عقود طويلة الأجل مع المجهزين عندما يكون لدينا عقود تجهيز طويلة الأجل بأسعار ثابتة نضمن عدم تغير الأسعار على المستهلك العراقي وتوفير مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية بانتظام وبجدول معد مسبقا وبنوعيات جيدة من أجل أن لا يتحمل المستهلك النهائي أعباء هذه يعني عدم الدقة في التنبؤات والتخطيط وتحويل الخطط إلى عقود نعم الدكتور صفوان قصي عبد الحليم الخبير المالي والاقتصادي كنت معنا شكرا جزيلا لك